السلام عليكم مرة أخرى نعود للبت المباشر من باريس هذه المرة من أمام دار الأبرى القومية في هذه الأبرى التي الأثرية التي غنى فيها أشهر المغنين هذه دار الأبرى سنعطيكم لداره هذه دار الأبرى هذه دار الأبرى في باريس نعمل بانوراما هنا الألوف من السياح يأمون المنطقة الأمطار توقفت نحب نقول لكم الأمطار توقفت من العطول طقس لطيف جدا غائم دار الأبرى هون الباص السياحي الذي يمر في المناطق السياحية في باريس أنا متجه إلى دار الأبرى أنا متجه إلى دار الأبرى توقفت نحن موجودين أمام مبنى الأبرى نحن مبنى الأبرى نحن مبنى كنا في بدان البستيل ونحن كان في مكام الأبرى أوبرة البستيل لقد وضعت هذه الأبرى هي الأبرى المبنى القومي أو الأبرى القومية لفرمسا يعني هو يعني السرقة القومية القرصية تتعرض إلى أوبرة رسمية في فرنسا هذه الأبرى بناها نابليون كونبارت الثالث نابليون كونبارت اللي بناها ثالث ثالث نابليون كونبارت سنة 1857 كان موجود بأبرا كانت في ببنا أبرا أدلو يعني بأبرا هو زوجته يحضر عارض بالعارض هذا بدك الليلة يحاولوا واختياله فكانت في قوم قولة بس ما حدث ما حدث صار في إشي فبعدها قرر أنه يبني أوبرا على مستوى عالمي مستوى يكون فيها كما من ناحة الحماية والمطاية فيها أحسن فأطى أمر عمله زي مناقصة يعني أغمى بعمل مناقصة بعمل ببناء أوبرا جديدة فأدبوا على المناقصة هي عدة عدة أشخاص منهم واحد شاب عمره 35 سنة اسمه جرانياء هذا جرانياء هو مهندس بس ولا مرة خطت إشي ولا مرة خطت إشي وعنده تم اختياره فاز في المناقصة هاي جرانياء ايش سوى جرانياء كان جدا 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 حدقوا حدقوا يعني مهندس فان ماماري جرانياء اسمه جرانياء فاسمها عشان يميزوها عن البلسيل او اوبرا جرانياء هذا كان نحكي سنة 1858 سبعة فوصة 58 فشو عمل جرانياء بذلك الفترة كان موضوع جدا يعني العليتة كانوا داما نروحها على الأوبرا يعني قبل 160 سنة حديث هون فكانوا كل ناس لو عن الأوبرا وكانوا عاملين كان في متعارف على يعملوا منو الاشتراك سنويل الأوبرا يوميا يروحوا فعمليا لما كانوا يجوا الأوبرا الهدف الأوبرا لم يكن الموسيقى أو العرض كانوا ملتقى تعارف نسو بعدها العليتة اللي رسلو بلسل شو بيعملوا بتعرفوا يعني بريستيج اه بحاء اه كانوا احيان يجوا يوميا الأوبرا مش الموسيقى أو العرض عشان بس الملتقى الاجتماعي فأجا جرانياء هذا فكري مليح شو عمل اه بنى الأوبرا بشكل او اشي المنصر المنصر تبعيتها يعني هو المتشافي جدا ضخم بس المنصر تبعيتها ماشي كتير كبيرة نسبيا للضخام متابعة الأوبرا المبنى الأوبرا المسرح بيحتوي على ممكن نفس الوقت يكون في 450 فنان نفس الوقت كمال عدد هائل جدا وهي تحتوي ممكن تحتوي على المتفرجين حوالي أقل من 2000 متفرجين في الوقت بس شو سوى جرانيير اش عمل العمل الشرفات الشرفات الطل ممكن العرب الشرفة بس ما اشوف العرب بس اشوف العبالي العبالي قد من الناس يمت فيها بعضها شو عملية شو دفسية شو عملية من هاي من هداكة فيه ناس بتي يؤدوا بالشرفة ما يشوفوا العرب بس يشوفوا اللي شرفة حدا واحد اه اشو الناس عايش تس بتدور الشتغل التالي اش سوى عبّة بالطرع لإلها ومتطلعها على الأخرى على الشرفة موري عشان النساء والشباب بيعملون الجرافاتات الملطن التبوس وشو شو اش ناس بدور عايق على عايش بدور الشتغل التالي شو سوى قالك بدي أحط بدي أحط الكراسي بلون مخملي أحمر مخملي ليش لأن ما كان متعرف عليك هايش جديد اليوم كل بيعمل أحمر مخملي ليه لقال المرأة هي عبارة عن تخشيت عن جوهرة ونحطها بتقعد محل تبين فعمل يعني هو ضحك عقولي الناس وضحك عقولي الناس جاتب حدأ فعمل لبس الكاز يكون هلون أحمر بالفعل كان أعطتها رونك ونوع من الفخمة للحاكم محل سري من المبنى نفسه بالجوهدي للسيارة تغريب عشان يكون نوع من الحماية فعماليا هو ضرب كل عصا فيما بعدها وجدا كاد يعني ديشي كان واو المفاجأة وبعدها كل أوبرا في العالم وكل مصارح تأخذوا فكرة الكلاس الحمر على إنه ما هي إشي جميل وش هذا هو جميل بعدين هذا يعني صار التصميم التصميم صار النمط دارش في أوبرا هو عسيد دونال البروكي بس وفي شوية كلاسيكي بس هو أفضل بروكي السؤال لسه لسه تستخدم دار الأبرا هي تبعا لليوم هي الأبرا العالمية في فرنسا كلها مش ما سي كمان أنه مشهور هو من شهر عمل في عدو كمان مناقصة كمان لفن الأبرا في مناقص في مناقصة مناقصة كان عالمي ومتأمل أنه إحنا مراحنا نشوفها بس كيف بدكم يعني وأشهر مغلية العرب عالمية يعني عالمية نحن نحن كمان نحن نحن أمام الأبرا الوطنية الفرنسية دار الأبرا الوطنية الفرنسية نعم طبعا لما بلشوا يبنوا فيها أخذ بناها حوال 17 سنة ولاش لأن كان في كثير يعني إشكالات في الطريق سياسية وغير اقتصادية بس الإشكال الأساسي كان يبحثوا ويبحثوا في الأرض تحت 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 الأرض بحيرة بحيرة طبيعية تحت الأرض فهي شبق أفضل من شبا يبنوا فلا حد ما فكروا شو يسووا فبنوها على عمدان عشان يعني يعني يتخطوا هاي الاشكالات واخد في الوقت لحسبة أنت مردان بحيرة بحيرة في ملواء آآ آآ بحيرة آآ 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 ندخل دار الابرا آآ 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 اشتركوا في القناة 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 نحن الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إجراءات أمنية مسددية سمحونا يا أخوانا سمحونا هنا رجل الأمن يتكلم العربية بحصحة عملية التفتيش حتى في التلفون وكان ذلك ضمن الإجراءات للدخول إلى الأوبرا تنين للطريقي وعال تيكت وعال تيكت ماذا؟ هذا أمن اسمه نحن في دار الأوبرا هنا التذاكر شكرا مرحبا، مرحبا، مرحبا خضم الصالح مرحبا، 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 مرحبا مرحبا، 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 مرحبا وغيرا من الدنيا انطلاحه ورشيل الشيدي، انا ووقر واحد في سoc اشتركوا في القناة